لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد أمر آخر أن هذا التقرير تكلم عن الجبهة الداخلية وأشار إلى أن انتخابات استفتاء الدستور هو أبرز شيء في إطار رص الجبهة الداخلية لأدري هل هذا الكاتب الموضوع يدري أو أنه يخبط خبط عشوة الاستفتاء على الدستور أكبر ما أكد على أن الجبهة الداخلية غير موحدة بل أنه فرق الجبهة الداخلية والدليل والدليل المشاركة أكثر من مليون وستمئة ألف الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وقالوا لا للدستور إن سلمنا جدلا بصحة الأرقام التي قدمت حول نتائج الاستفتاء الشعب هل هي الناخبة أكثر من 24 مليون 21 مليون بين من قاطعوا كموقف سياسي وعزفوا عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع وقالوا لا ظطاو نعم ثلاث ملايين معناها دستور أقلية ليحكم الأغلبية مواقف هل 21 مليون جزائري رافضة لهذا الدستور كيف رح يكون هذا الدستور هو رمز من رموز الوحدة ورص الصفوف في الجبهة الداخلية هذا كلام فارق هذا كلام إنشاء غير واقعي إذا كان هذا هو تقدير المؤسسة العسكرية للوضع السياسي في الجزائر كيف سنعول عليها في مواجهة هذه التحديات والرهانات التي بينها الإعلامي وبينها السياسي وبينها الأمني وبينها العسكري كيف تحدثوا على منظومة الإعلام منظومة الإعلام أسوأ منظومة إعلامية هي الموجودة في الجزائر أنتم الرئاسة الجمهورية وأنتم من خلفها عجزتم عن تسيير مرض الرئيس إعلاميا وسياسيا كيف رايح تواجه هذه التحديات أنا دائما نقول أن المؤسسة العسكرية الجيش الجزائري قوي لكن لا يمكن لهذه القوة أن تكون فعالة إذا كانت في بيئة ضعيفة نعم بيئة الوضع الاجتماعي الوضع الشعبي الشعبي لا يثق في مؤسسات الدولة الدولة تكون قوية بجيشها بقيادتها بشعبها والعلاقة ما بين هذا الثلاث علاقة قوية أما إذا كانت مخلخلة الشعب لا يثق في قيادته في مؤسسات دولته وكل ما يجري يفقد الثقة إذا كان الإعلام الرسمي الذي تحدث مثلا عن مرض الرئيس لم يكن في المستوى المطلوب ثبت عليه الكذب والتضليل والغموض أنتم أيضا بهذه التفسيرات والتحليلات إما أنكم تكذبون عن الجزائريين أو أنكم تزرعون الخطأ فقط لتضليل الجزائريين إذا كان الجزائري يرى بأن هذا الدستور فرق الجبهة الداخلية كيف رح يصدقك وأنت مجلة الجيش تأتي وتحدثينه عن مخططات من جهات معادية مجهولة وأهداف خفية كيف رح يثق فيك إذا كان أنت في تقديرك لهذا الدستور وتراه بأنه عزز الوحدة الوطنية هذا كلام فارغ هذا يزيد يفقدكم المصدقية أنا قلت لكم كم من مرة أننا الآن في عالم صراع إعلامي أولا وقبل كل شيء إذا كان المؤسسة العسكرية من يشرفون على إعلامها ومحافظتها السياسية ومصرعة كما كنت تسمى من قبل أو الإيصال والإعلام مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه ومجلة الجيش التي هي تعتبر رأس الحربة ورقم واحد في الإعلام التابع للمؤسسة العسكرية هذا مستواها أعتقد بأنه شيء مؤسف جدا محمد رضا غجاتي يعني أعرفه شخصيا ودخلت مكتبه وأيام زمان في بداية التسعينات آتوا كان رائد في ذلك الوقت وتخيلوا من بداية التسعينات وصل مقدم في جوهي 96 أو شيء من 97 كان مقدم مقدم ومنذ ذلك الحين إلى يومنا هذا مازال عقيد ولم يذهب إلى التقاعد يعني أعرفه شخصيا وأعرف مستواه وأعرف وكذا للأسف الشديد هذا ما يجري تقديمه إلى الجزائريين عبر مؤسسة العسكرية إذن حوصلة للأمر إخواني الكرام أقول بأن افتتاحية مجلة الجيش عبرت أولا على أن الوضع ليس على ما يرى أنها طبول حرب تقر على الأقل الإعلاميين أمر الثاني أنها زادت في غموض المسار القادم والجمهورية الجديدة أمر ثالث كشفت أن المستوى الإعلامي في المؤسسة العسكرية ضعيف جدا مقارنة بمؤسسات أخرى وهذا يعكس الضعف الموجود أيضا في المؤسسات الإعلامية الجزائرية وهذا أصبح ظاهرا للأسف الشديد تمس الإعلام الجزائري في كل القطاعات وعلى كل المستويات نحن في عالم صارت معاركه ناعمة تستعمل الإعلام كرأس الحربة لا يمكن أبدا أن نواجه هذه التحديات ونكسب الرهنات كما تقول مجلة الجيش بناء على مثل هذه المخططات وعلى هذا الإعلام الذي يتحدث بلغة خشب أو أنه إذ تواجد على شبكات التواصل الاجتماعي يتحدث بلغة الذباب وإن تواجد على مستوى الدول يلفه الغموض ولا يسمي الأشياء بمسمياتها مجلة الجيش من المفروض عندما تأتي بهذه الافتتاحية فيها كل هذا الغموض يفتح المجال للفضائيات ووسائل الإعلام كي تقرأ ما بين السطور ويحدث نقاش جدي بمختلف الأراء وبين مختلف التوجهات لكشف حقيقة ما يأتي في هذه المجلة الجيش يتحدث عنه كأنه يقرأ طبول الحرب ولكن الشعب لم يستطع أن يخرج بنتيجة من هذا العدد كله من أوله إلى آخره حتى الرئيس صار إعلاميا وفي الشكل العام يحتل المرتبة الثانية وإن أظهروا في الصفحة الأولى كصورة ولكن على المحتوى لم تظهر ولا جملة واحدة على لسانه كأن مرحلة عسكرية بانتياز ومن معالم الجمهورية الجديدة أن يجب أن نكون عسكريين في عقولنا وتفكيرنا وإعلامنا وهذا بلا أدنى شك فيه الكثير من الصعاب في ظل عالم تتداخل مصالح الدول إلى حد كسر العظام وهذا يحتاج إلى من يقرؤون السطور وما خلف السطور وما بينها وحتى ما لم يظهر بين السطور شكرا لكم أحبتي على حسن المتابعة والذي نتمنىه منكم نشر هذا المقطع وتوزيعه حتى يصل إلى الجزائريين ويصل إلى أصحاب القرار فنحن نحب بلادنا وليس نتحامل عليها وإن تكلمنا بهذه الصراحة فدافعنا كل الحب وليس كل الحرب كما يتوهب الكثير لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله